هنتعرف على الفنان اللي خطف مرات رشدي أبوزة وارتبت معاها بعلاقة عاطفية وهنعرف اي رد فعل رشدي أبوزة لما عرف بالامر ده ويه اهم اعمال هذا الفنان وهو ابن مين جمال فارس هو ابن الفنان الكبير عباس فارس رصيده الفني كان قليل جدا ولم يترك اي بصمة فنية لدى الجمهور باي عمل اشترك فيه برغم انه كان ابن الفنان عباس فارس الفنان الكبير المعروف صاحب البصمة الفنية الكبيرة ولد جمال فارس في 29 مايو 1921 لأب مصري الفنان عباس فارس وام بريطانية شارك جمال فارس في افلام قليلة جدا في فترة الخمسينيات وبعدها هاجر للولايات المتحدة ليعمل في مجال الاعمال الحرة المهم ان جمال فارس ما كانش موهوب قوي وابوه كان عايز يقدمه في ادوار البطولة وفعلا قدر يساعده انه ياخد بطولة فيلم فجر مع مجدة ووهيبة ملكة الغاجر مع كوكا وليلة غرام ده غير انه اشترك مع ابوه في بعض الافلام ولكنه ما تركش بصمة فنية وما اثبتش نجاحه ولا ظهرت موهبته لذلك لم يطلبه اي حد من المخرجين بعد اخر فيلم ليه فيلم فجر مع مجدة التقى جمال فارس اول مرة مع رجي ابوزة في احد كواليس افلام رجي ابوزة وكانت في بدايته الفنية اصبحوا اصدقاء سنة 1949 وكانوا ملازمين بعض دايما من صلاة البليارد والملاه الليلية ده غير انه كان دايم على زيارة بيت رجي ابوزة وفي اواخر سنة 1960 ارتبط جمال بعلاقة عاطفية مع بربرا زوجة رجي ابوزة وهي كمان بدلته نفس الحب اتصدم رجي ابوزة جدا لما عارف بالامر ده ولكنه انهى الموضوع بعقل وحكمة وطلقها وقال لجمال انه كان عارف بالامور دي وانه مش نايم على ودان وبعد طلقهم اتجاوزها جمال فارس وهجروا لامريكا وعاشوا مع بعض لحد ما توفى سنة 1983 ومية تلاتة وتمانين شكراً لكم